لأن الحكم الأسباني من الحكام المتميزين. أكيد. طبعاً هو حكم شابة كابتن إسلام. يعني أليخاندرو مونيز حكم شابة 33 سنة. أنا حتى لا أعرف لماذا لم يرحش اليورو. هو أعتقد أنه وفقاً لسنه أو يعني هو لسه بياخد موني حتى السنة دي أعتقد في رقم من الأرقام بتاعته اللي هي بعيدة عن الإجمال. هو عمل ماتش ودي انترناشنال وبيحكم في اللي هي الشامبيونز ليج. أعتقد اللي هي تحت 17 أو حاجة زي كده. فهو أعتقد لسه بياخد. يمكن لينا زميل في يلا كورا كان عمل عليه تقرير. وقال برضو أن الناس بتتكلم دايما أنه حكم تطلع انزارات كتير وفي لعبة ساعات بتعترض عليه في موضوع الانزارات ده. فأعتقد هو لسه بياخد خطوات. لكن بالتأكيد هو اسم هنشوفه كتير في الفترة اللي جاي ده بشكل عامة كابتن اسلام دي أعقامه لعموما. يعني في العشر سنين تقريبا اللي بتده يطلع فيه من واقع صغير لحد ما دلوقتي حم نتكلم في 33 عمره 33 سنة. حكم تقريبا من 138 مباراة. وبسا كابتن اسلام نرقم الكروت الصفرة. كبير جد ألف كارت أصفر. نتكلم بقى على مستوى كل الدرجات اللي حكم فيها وكل حاجة حد ما قوصل في الدولة الأسبانية. ماشي بس برضو يعني ألف كارت كبير. أنا شايف نكبير. خمسة مثلا في كل أكثر. فدي الكارت الأحمر المباشر 35 وحسب 54 راكلة جزاء جبنا بس أرقامه لايه السنة دي. الموسم ده هو حكم قد إيه يعني أرقامه الموسم ده بنتكلم 26 مباراة منهم 18 مباراة في الليجة. في الليجة السنة دي من 26 مباراة إدى 125 كارت أصفر وطلع ثلاث كروت صفرة حمر. دي اللي تقريبا بقى خمس إنزارات في كل مباراة. ثلاث كروت حمر بشكل مباشر واحتسب تسع راكلات جزاء. يعني التقارير بتقول إنه هو 26 مباراة في الليجة. لا 26 مباراة إجمالا السنة دي منهم 18 في الليجة. تعريبا فيهم ماتشين لبرشلونة السنة دي. وأعتقد في التقرير بتعزمي لنا في يلا كورة. كان قال إنه كان حكم فيديو في مباراة من مباراة ريال مدريد. وكان برضو فيها مشكلة يعني ريال مدريد اعترض وقتال إنه لغى أهداف. وفي مباراة من مباراة برشلونة برضو تيرشتيجن تقريبا اعترض على فكرة إنه هو بيطلع إنزارات بشكل كتير. لكن أعتقد إنه حكم واعد. نتمنى إنه هو إن شاء الله يصل بالمباراة لبر الأمان يعني. شايف قمة يوم الثلاثاء إزاي؟ قمة يعني هي دايما بغض النظر عن موقف الفرقتين. فرقة في المركز الأول أو الثاني. فرقة في المركز الحداشر ولا العاشر ولا التاسع. عمرها ما كانت خضعة لأي مقاييس. التسعين دقيقة هي اللي هتقول مين الفائز. حالة كل فريق وحالة كل اللعيبة والاستعداد النفسي والزهني والبدني للمباراة هو اللي يحدد كل شيء. تبقى القمة قمة في لعيبة دايما بتكون حتى لو مش فايقة بتيجي في المطش ده وتفوق. ممكن اللاعب يبقى انت شايفوا طول المطشات اللي فاتت مش كويس. وبتقول مش لازم يلعب ده لازم يقعد. وتيجي في المطش ده تقول ده مهم جدا يكون موجود في المطش ده نادي مطشاته. ففي لعيبة كتير بتفوق في المطشات الكبيرة اللي زي دي. نتمنى أنه نتمنى المباراة ان شاء الله تتلعب. تشوف كرة حلوة. تبقى مباراة الأهلي والزمالك أهم قمة في الشرق الأوسط كله الحقيقة. سواء جماهريا أو فنيا الأهلي والزمالك حتى لما بيروحوا يلعبوا في أفريقيا أو بيلعبوا على المستوى العربي كمان. واضح قد إيه قوتهم بغض النظر عن إن فيه دوريات أخرى استقطبت نجوم عالميين. لكن لما الأهلي والزمالك راحوا لعبوا الفرق دي. حققوا نتائج ممتازة أثبتت قد إيه إن الأهلي والزمالك ليهم إرث وليهم تاريخ وليهم قوة على الأرض كبيرة. نتمنى إن شاء الله إن المباراة تكون كويسة ويكون الفوز حالفنا. إحنا محتاجين تلات نقاط عشان نكمل مشوارنا في الدوري في ظل منافسة صعبة مع فريق الحقيقة السندي بيقدم نفسه بشكل مختلف جدا. ببراميدز 12 فوز متتالي رقم كبير جدا. يعني هيبدأ يخش في منافسة مع النادي الأهلي في سلسلة الفوز المتتالي. رقم كبير جدا. فرقة تطورت وبتقدر تكسب في آخر المباراة وتقلب المنشات. لا وكمان الفوز في الدقيقة الأخيرة الفرقة للدين اي بتاع ده بدأ يروح لهم. فرقة إزاي بتعرف تكسب لو متأخرة في النتيجة بتعرف تقلب النتيجة. لو الفوز متأخر بيعرفوا يفوزوا في آخر دقيقة من المباراة. فالنسخة بتاعت برامدز السندي قوية جدا لا يجب الاستهانة بيها. فحنا في حاجة شديدة للتلات نقاط بتاعت مباراة الزمالك عشان نواصل المسيرة بتاعه.